قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن مصر أجرت مناقشات بناءة مع مسؤولي صندوق النقد الدولي وخلال مؤتمر صحفي في العاصمة الإدارية عاقب اجتماع الحكومة الأسبوعي أوضح مدبولي أن مديرة صندوق النقد الدولي ستزور مصر الأسبوع المقبل يعقبها زيارة لبعثة المراجعة هو ده اللي كان سبب في حديث مرة أخرى في خامة الرئيس لما تكلم على ضرورة أن ننظر في مراجعة البرنامج اللي مع صندوق النقد الدولي علشان نستوعب المستجدات الجديدة والمطلحقة اللي دخلت علينا يعني بعد ما كنا اتفقنا مع الصندوق على المستهدفات بتاعتنا ويمكن عشان كده أنا قلت يمكن في اللقاء السابق أن السيدة وزراء المجموعة الاقتصادية والسيد محافظة بنك المركزي سفروا واشنطن وكانوا في الإسبوع وإحنا بنتكلم الإسبوع اللي فات كانوا بالفعل بدأوا الإسبوع لاجتماعات السنوية والحقيقة يمكن الشيء المهم جدا لحضراتكم أحابب أن أنا أقولوا أن حصلت مناقشات بناءة مع فريق بتاع الصندوق بالكامل طوال مدة الإسبوع إن شاء الله الإسبوع قادم سيشهد زيارة رسمية من السيدة المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي لمصر ويعقب زيارتها مباشرة وصول فريق المراجعة من الصندوق علشان أن نبدأ معهم إجراءات المراجعة الرابعة إن شاء الله للبرنامج بتاعنا مع الصندوق النقد ترجمة نانسي قنقر